قفزة كبيرة حققها العراق على مستوى العمل المؤسساتي ولكن في أيام العطل الرسمية وغير الرسمية حيث اقترب عدد أيام العطل السنوية من 150 يوما وهذا ما سيكون له تبعات كارثية على الحركة الانتاجية في البلاد الهشة أساسا خبراء اقتصاديون وسياسيون ذكروا أن الزيادة المفرطة في أيام العطل سيكون لها تبعات سلبية على حيوية المجتمع العراقي ونمو الدولة بمختلف قطاعاتها العاملة بعد القفزة الكبيرة في عدد العطل بالمقارنة مع 16 يوما فقط قبل الاحتلال عام 2003 وبيّن الخبراء أن هذه العطل ستتسبب بخسارة يومية للاقتصاد العراقي تقدر بنحو 192 مليار دينار وهي مجموع رواتب الموظفين بضمنهم التمويل الذاتي والعقود ومن ناحية أخرى تسبب العطل الكثير حالات من الخدر وتعطيل معاملات المواطنين فضلا عن تعطيل المصالح الوطنية في ظل معاناة القطاع الحكومي أساسا من تخمة الموظفين وقلة الانتاج وعلى صعيد آخر تسعى أحزاب السلطة إلى تعزيز الطائفية وتكريسها باختيار بعض المناسبات أياما للعطل حيث تتخذ من سرديات تاريخية لا صحة لها لفرضها على جميع العراقيين وإن كان ذلك يستهدف السلم والتعايش المجتمعي ويرى مراقبون أن انشغال أحزاب السلطة في إثارة الجدل الطائفي ومحاولة إشغال الشارع العراقي بها يؤكد حقيقة فشلها في صناعة أي إنجاز حضاري لذا فهي تسعى لاستخدام الورقة الطائفية في كل مجالات الحياة السياسية لمحاولة صرف الأنظار عن فشلها الذي يتفاقم عاما بعد عام